يتظاهرون هنا احتجاجاً على قرار حكومي باستئناف عمليات التنقيب عن النفط الصخري وهي العمليات التي توقفت بقرار حكومي آخر قبل ثلاث سنوات لأنها تسبب الزلازل لكن الحكومة مدفوعة بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بدأت تفكر في البدائل المختلفة رغم تعهداتها السابقة بخصوص المناخ الأمر المؤكد أننا يجب أن نقلل تدريجياً من اعتمادنا على الوقود الأحفورية أزمة الطاقة أرجمت بعض الدول على تراجع عن هذا ولكن نتوقع أن يكون الأمر مهقة لعبور الأزمة ثم تتخذ الدول قرارات للعودة إلى المسار الطبيعي لكن في الوقت نفسه فإن شركات التنقيب عن النفط الصخري بدأت لاستعداد لعمليات حفر واسعة النطاق وهي استثمارات لا يمكن أن تكون مؤقتة من الواضح لنا جميعاً أن هناك أزمة في الطاقة ولدينا كميات كبيرة من الغاز والنفط في المملكة المتحدة لهذا لا بد أن نبدل جهداً للاستفادة منها وعلاوة على ذلك تعتزم الحكومة البريطانية منح أكثر من مائة رخصة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال في إطار خطتها لكبح الارتفاع في أسعار الطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا وكلها بالطبع قرارات لا تساعد على تحقيق تعهدات المملكة المتحدة التي استضافت قمة المناخ العام الماضي حيث يقول المنتقدون أن حل أزمة الوقود الإحفوري لا تكون بالتنقيب عن المزيد من الوقود الإحفوري بل بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة تساعد على تحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050 وفقاً للتعهدات السابقة أشف سعد سكينيوز عربية لندن